بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحلقة الثالثة من استراتيجية Little Old Lady وخطة العمل ولهذا في الحلقة السابقة تحدثنا عن structure التي نبحث عنها في سوق وأهميتها W Weekly و Monthly التي نبحث فيها على الشرط لكي أعطيكم مثالا على ذلك مثلا ستبحث لي عن الشرطات التي تكون على هذه الشكلة تكون على هذه الشكلة معنى أنها عندها Accumulation Wake Off أو تجميع Wake Off أو نماذج على هذه الشكلة التي تستطيعها W structure W في W وفي مرحلة Range إذن أنت سوف تتصفح السوق وتحاول البحث عن W structure الموجود على السوق ولا تنسى شيء آخر وهو في مراحل تجميع هناك أنواع من ال W structure ستجد مثلا W على هذه الشكلة هذا W ولكنه قد يكون مثلا الفارق بين هذا المستوى و هذا المستوى ثلاث أضعف بالتالي يكون هذا ليس من ال W structure التي أبحث عنها يستحسن أن يكون W structure على هذه الشكلة يعني يكون هناك المستوى أو الوسع العملية صغير وهذا والذي أبحث عنه بشكل هذا هذا risk reward أفضل 60 ألف مرة من هذا لأن هذا في غالب أحيان حتى لو كسر فأنت سوف تشتري من أناس كلهم على أرباح هنا لذين الحيثات التي اشتريت هنا فممكن في أي لحظة تابع عليك وبالتالي تحتاج أن يكون عندك stop أو تدخل بـ risk management كما قلنا على little already طبعا براين كما قلنا كان بدأ بـ 500$ و بالتالي نفسيا لم يكن يتأثر بأي شيء يعمله في هذه الحركة يعني 500$ بالنسبة إليه كان يعمل risk 5% على little already حتى لو ذهبت إلى الجحيم طبعا هو كان يستخدم technical analysis من أجل استياد العملات والتي تكون يعني في قاع القاع بين قوسين والتي يراها فيها structure جيد وهي ما سنتطلق إليه إن شاء الله في الحلقات المقبلة لكن أود التنويه على شيء مهم على خطة العمل يعني حينما تضع خطة التداول خاصة بك أو تدين بلانت خاص بك يعني إجبار إذا كنت من عشاق الكتابة تضع الحافظ من الحياة من التجارة التداول وتحديد الأهداف على من الطاقات الزمنية مختلفة long term core term يعني على المدى القريب يعني على المدى البعيد وهذه يجب أن تكون ضمن خطة عملك بالنسبة للخطة الاستراتيجية التي يجب أن تحددها وهو أن تدع تجعل روتين يومي أو أسبوعي لك يعني حسب وقتك وفراغك يعني تضع روتين مثلا ساعة في الأسبوع أو ساعتين أو حسب يعني خطتك طبعا وفي اليوم إذا كان عندك وقص طبعا وتأتي إلى العملات التي تعطيك فرص مثل هذه يعني W structure يكون على هذه الشكلة وخصوصا يعني أنا أقول لك ابحث عن الأزواج التي تعطيك W structure مقابل البيتكوين يعني تذهب إلى أزواج BTC وليس USDT إلا إذا كنت فقط تريد استخدام استراتيجية USDT فلك حرية ذلك يعني هذا لا يلومك عليه أحد فقط أنا أقول لك يعني يستحسن أن تكون مقابل بيتسي لماذا مقابل بيتسي؟ لأنه نظرتنا للسوق أن البيتكوين صعيد البيتكوين يعني التجاهه على السوق صعيد وإذا كانت عملتك الآلت التي أنت تشتريها صعيدة مقابل البيتكوين وبالتالي هي بطريقة أوتوماتيكية صعيدة مقابل دولار وبطريقة أفضل يعني قدرة الصعود مقابل الدولار تكون أعلى إذا كنت فعلا سوف تريد أن تشتري عملة يعني ضعيفة مقابل بيتكوين ستحسن أن تشتري بيتكوين إذا كانت مثلا شرط العملة مقابل بيتكوين يعمل هكذا ولو كانت تصعد دولاريا فهذا صعود فقط لصعود البيتكوين إذن فيستحسن لك أن تشتري البيتكوين عوض أن تشتري هذه العملة لأن الفولاتيليتي على هذه العملة كبير جدا مقارنة مع البيتكوين يجب أن تريد صعود البيتكوين يكون جيدا أما نزوله يكون أخف وأقل حدة من نزول البيتكوين وهذا يجب أن تأخذه بعض الاتبار ولهذا هذه الحلقة من أهم الحلقات لأنه سوف نتحدث عن الريسك ماناجمنت خلال هذه الاستراتيجية نتحدث عن كيفية تقسيم الأصل المال لأن هذا السؤال جاء أيضا على القناة في التعليقات وكيف سنشتري مثلا المحفظة إذا كانت عني ألف دولار واشتريت واحد في المائة أو خمسة في المائة مثلا ما هو المبلغ الذي ما هو عدد الصفقات التي قد أشتري وما ستتطلق إلى إن شاء الله في هذه الحلقة سأحاول أن تتطلق إلى هذه المواضع لكي تبدأ يبحث دائما على البيتكوين مقابل البيتكوين وتبدأ أنت بتصفح العملات التي فيها مثلا في بداية تأسيس وتجميع ويكوف ما تشعي حسب استراتيجية الخاصة بك وحينما ترى أن العملة بدأت تعطيك مثلا هذه العملة يتعتبر حاليا جيدة لاحظ أن التجاه صعيد تكون هذا تجميع ويكوف جميل شرط أن نكسر هذا الأعلى ويستحسن مثلا هذه من العملات مثلا الأمثلة التي تظهر لك لأن هذه كونت قاع ثم طلقت هذا الـ W Structure الذي تشعر هنا تكون مع بداية تأسيس وهذا الـ W Structure الذي نبحث عنه يعني يكون في البدايات وليس بعد أن تطير العملة حينما تطير العملة ليس هناك فرصة للدخول ابتعد عنها وابحث عن عملة أخرى بديلة هذا هو الأصل يعني أن لا تبحث عن عملة إلا وفيها الـ W Structure جميل ويستحسن أن تكون يعني قناصا بمعنى الكلمة لاختيار العملات في قيعانها وهو ما ستطرق إليه إن شاء الله الشيء الآخر الذي وددت الحديث عنه هو أن هذا الروتين يجب أن يكون عندك وإدارة المخاطر لأهميتها هنا سنتحدث عنها والمخاطر النظامية المخاطر النظامية أقصد بها L'Risk Systemic الخاش الذي ممكن أن يكون على كافة الأسواق مثلا على شاكلات كورونا وكي لا أخفيكم مثلا صاحب هذا الكتاب هذا من أفضل أو أعرق وأفضل شخص يعرف ويتقن إليوت ويف وهذه عنده مدرسة اسمته إليوت ويف انترناشنال وهي الشخص الوحيد المخول له بالحديث تقريبا عن إليوت ويف لأنه هو من عنده كتب حول إليوت ويف وهو من درسه وهو من يعني أعطاه عالم آخر هذا هو الكتاب الذي اشتريت أنا من الموقع أيضا هذا الكتاب إليوت خاص بـ Conquer the Crash عنده كتب أخرى خصا لإليوت وكيفية أعمال الحسابات وهناك عنده حتى برامج تعليمية لتحديد موجات إليوت مهم ليس هذا هو محور حديثنا فقط أنا أردت أخبرك على أنه هناك إمكانية أن يكون Risk Systemic بمعنى أنه أن يكون عندنا كراش على شكل كوفيد وحينما نتحدث عن كراش كوفيد نتحدث عن حركة مهمة جدا لأنه خلالها خلالها هذا الكراش يعني بمعنى لو عدت بالتاريخ أيضا ستلاحظ مثلا أنه هناك عملات مثلا حتى البيتكوين أنا ذاك كون لك تخيل أنه كون لك W Structure جميل جدا ثم طار وانطلق ثم عمل الكراش إذن فيجب أن يكون هذا داخل ضمن السيناريو الخاص بك بمعنى إما هو أن يكون عندك طريقة لتقليل مثل هذه المخاطر هل نحن في بعيدين عن هكذا حوادث لا السوق ممكن يعمل أي شيء مثل هذه الحركات فأنت لكي تتجنب هذا وهو ما سوف تفعله من خلال إدارة المخاطر الخاصة بك طبعا كما قلنا لستارجية Little Old Lady هي ليس لها هذا البرنامج بهذه القوة ولا هذه الإدارة المخاطر بهذا الشكل هي فقط Little Old Lady تضع جزء بسيط من الكمية لا يتجاوز 5% أو تقسم تضع Stop لكي لا يتجاوز 5% من المحفظة أقصى شيء وهذا وتدخل في صفقات من خلال Location Momentum Structure أو ما شابه يعني فقط من خلال إما الفوندمونتال أو يعني إذا كان عندك تحليل أساسي وتتقين تحليل أساسي طبعا ولذلك بحث على Market Cap وعندك الأمور تتقينها من DeFi وغيرها المهم هذا ليس محور حديثي فقط أنا أقول لك إذا كانت عندك هذه الإمكانيات وهذه القدرات من تمييز للشيت كوين من الميم كوين من هذا وذاك وتتقين الفوندمونتال لكي تعطي نقطة كما قلنا في الحلقة السابقة لمثلا التنقيت الذي وضعه مثلا دافنشي جي 15 ممكن تضع أنت أيضا سكور خاص بك أو تضع Coin Checkup أو ما تشاء يعني من ناحية الفوندمونتال من أجل أن تعطي تقييم للمشروع مثلا أنت تبحث من خلال Telegram خاص بهم من خلال GitHub الخاص بهم من خلال الموقع الخاص بهم White Paper هذا كله في بداية كنت أمله ولكن يعني تركت هذا جانبا لأنه بالنسبة إليه مضيعته للوقت إذا كان الفوندمونتال جيد أريد أن أرى Technical جيد يعني الشرط يكون جيدا وحينما أرى أنه هناك hype على عملة معينة أو مشروع معين أنا ذاك أنظر إلى الشرط إذا تماشى الشرط مع ما سمعته عن المشروع أنا ذاك أنظر إلى إمكانية الدخول في الصفقة مع مراعاة إذا كان المشروع فيه شبهة أو مشابهة لأن أبحث هكذا يعني قبل أن أدخل في العملة باختصار لأن قلنا أن Risk Systemic ممكن يكون لك كيف تتجنب هذا هذا هو محور الحديث كيف يمكن أن نتجنب مخاطر على هذه الشاكلات كورونا أول شيء خد على عين الاعتبار حاليا نحن بعيدون نسبيا على هذا لسبب بسيط هو مثلا عندنا SP500 لبين قوسين عمل قمام جديدة يعني فنحن في قمام جديدة وليس في قيعان إذا فكراش كورونا كان هنا كان على هذه الشاكلة يعني كان في حركة سريعة قوية واضحة كانت من خلال أيضا المومنتوم الذي جاء أنا ذاك من أجل أن يذهب بالسوق إلى أسفل السافرين في قاع كورونا أما الوقت الحالي سوف نذهب إلى قاع كورونا لاحظ أنه في الشاط هنا هذا الجاب الذي أعطاك هذه الفرصة هذا الجاب القوي هناك يدل على شيء غير اعتيادي فهذا كان يدل مثلا على أنه هناك شيء ما يطبخ فحركات مثل هذه تعطيك هذا الألات حاليا ليس هناك هذا الألات لأول شيء ثاني شيء عندي إشارات قوية على بعض الستوكس من قبيل انفيديا وغيرها فمثلا هذا فقمة جديدة مثلا متى يمكن أن تخاف إذا عملنا غير انتغرسيون وبدأنا تظهر بوادر الكراش على الستوك ماركت لحد الساعة يعني فالأمر جيد هذا كما ستشاهد معي قلت هذا خلال هذه الحركة حينما كنا نكون فرص من أجل إعجائية كميليشن أو ديستريبيوشن كسر هذا يدل على أنها هي كميليشن واضحة جدا وبداية تأسيس موجة صعيدة قوية جدا لانفيديا مثلا وهذا دليل لأن هذا من الماركت كاب القوي في الأسهم وبالتالي فالحركة التي تأتي بعد ذلك تدل على اتجاه السوق إذا كتحديد ريسك سيستيميك يجب أن يأخذ بالأتبار ولهذا يجب أن يكون تقسيم المحفظة لماذا أنا أدرسك حاليا لتل أول ليدي مع إضافاتي الخاصة يعني مع خبرتي مع تجاربي كل هذا لكي أعطيك طريقة لكي تكسب من السوق وتحمي محفظاتك هذا هو الأساس عندي في هذه الحلقات ولهذا كما قلنا ريسك سيستيميك يجب أن يأخذ بالأعتبار ولتجنبه هناك شيء يجب أن يعمل أول شيء يجب أن تتعلم تحليل فني أنصحك بهذا تتعلم تحليل فني على الأقل الأشياء الضرورية من أجل أن تفهم السوق وكيف يعمل يعني والبيريش بوليش كل هذه السيجنال التي قد تفيدك بإذن الله تعالى في فهم آليات سوق شيء آخر وهو ما سأجنبك إياه وهو من إدارة المخاطر التي وضعتها لك أول شيء قبل أن أدخل في هذا التفصيل أتحدث عن الماكس درو داون دائما كنت أتحدث عنه وأحذرك منه لسبب بسيط وأنه إذا خسرت 5% من المحفظة فما عليك إلا أن تعمل 5.3% من الأرباح لكي تعود إلى رأس المال إذا خسرت 10% تعمل 11% لكي ترجع إلى رأس المال 15% سوف تعمل 17.6% لكي تعود إلى رأس المال 20% 25% إذا تجاوزنا هذا يبدأ الإكسبونونشيال على الحركة وأن ذاك يكون الرزق عالي جدا تجاوز 20% من المحفظة خسرت درو داون يعتبر كارثيا على المحفظة يعتبر كارثيا على المحفظة بداية ما تحتل 20% 25% 30% 35% لاحظ 30% 42% 35% 33% 35% 85% 81% 50% 100% يجب أن تعمل ضعف يعني فتخيل أنه أنت تريد دخول في السوق فتتعلق فتخسر تحتاج أن تعمل 100% لكي تعود فقط إلى نقطة دخول هذا هو المشكل في الدرو داون ماكس وبالتالي يجب أن يكون عندك الدرو داون ماكس محدد الدرو داون ماكس تضعه تقول إذا حدث لدرو داون في الحساب يتجاوز هذه النسبة يستحسن أن يكون 10% هذا أفضل شيء 15% ليس سيئا على الإطلاق وأقصى شيء أظن أنه لا يجب أن تجاوز 20% 20% معنى أنه تجاه عكس ما أنت تتمنى بكل بساطة يجب أن تفاعل أنذاك stop loss بمعنى آخر أن تخرج من كل صفقاتك وتعود cash تعود cash من أجل إعادة تقييم المسألة ووضع المحفظة على الطريق السليم أن تعود cash لكي تتخذ قرارات صائبة ولا تتسرع حينما يضرب لك الدرو داون والمتداويين عندهم أيضا درو داون جورنالي درو داون إبدو مردير ودرو داون ممثلي وسنوي عنده درو داون يومي إذا حدث له يخرج من الصفقات ويغلق عنده درو داون أسبوعي لكي يخرج من الصفقات وعنده درو داون شهري لكي يوقف ويخرج من الصفقات إذا حدث هذا يتوقف عن التداول هذا هو المتداول أنت مستثمر كذلك أنت مستثمر أنصحك بأن تفاعل هذا الأمر إذا حدث وهذا سيجنبك بالماركت لأنه في البول ماركت ليس هناك إشكال بين قوسين هناك صعود يأتي بعده هبوط لا إشكال في ذلك يعني خلال البول ماركت التصحيح يكون 20-30-40 ثم نواصل الصعود فهذا ليس بالإشكال حينما تكون عندك بتلادي الحركات مثلا 20% على البيتكوين تحدث 20-30-40% ولكن إذا قللت وكنت نسبة كاش سوف يكون الخسارة أقل بكثير وحينما يحدث 50% و70% و60% فهنا نتحدث عن كارثة الله أكبر حينما يحدث هذا سيكون كارثة على المحفظة وبالتالي تجنب مثل هذه النزولات لكي تتجنبها أن يكون لك درو داو ماكس يجب أن يفعل أنا هذا من الأخطاء التي وقعت فيها مرارا وتقرارا ووضعت لنفسي الآن هذه القاعدة أعيدها مرة أخرى درو داو ماكس يجب أن يفعل في حالة ما تم كسره أخرج وأشاهد لكي أكون يعني بدرجة عالية من الدقة لماذا؟ لأنه كلما كبرت النسبة إلا والقويم أوفر أنت تكون فيه بكل بساطة حينما تتجاوز النسبة خمسين ستين سبعين ثمانية فأنت تحتاج إلى performance خرافية لكي تعود إلى محفظتك هذا هو المشكل أنه تحتاج إلى performance خرافية لكي تعود إلى الأطيع الخاص بك أو إلى محفظتك أو إلى رأس مالك وهذا بالنسبة إليه يعتبر كيف ويجب أن يفعل ويجب أن لا يحدث هذا من خلال السوق لك كمتداول أو كمستثمر يجب أن يكون هذا العمل بشكل بروفشيونال والآن إلى الإدارة المعلية وتقسيم السفقات قلنا أن ريسك يكون أقصى شيء لعملة عندها النراتف وعندها ما تشاء 5% ولكن أنا نصحتك قلت لك 1% لا تتجاوز 1% وأفضل شيء 0.25% 0.5% يعني يكون عند نصف في المئة ربع في المئة هذا يعطيك فرص لأنه لو دخلت بربع في المئة معنى أنك لكي الحساب يصفر بين قوسين تحتاج إلى 400 صفقة فاشلة وهذا شبه مستحيل أن تكون 400 صفقة فاشلة وخصوصا إذا اتبعت الشروط التي نضعها إليك بلوكيشن ومنتو ستركتشور ودبلو ستركتشور على العموم غالبا غالبا ستأتي صفقة أو 2 أو 3 أو 4 يعوضك كل ما تخسر في 10 صفقات أو 20 صفقة فغالبا ولكن أنا أعطيك أيضا أحسن من هذا ليس فقط أن تدخل هناك عدد محدد لا يتجاوز 30 صفقة أو 40 أو 50 صفقة لماذا؟ لسبب بسيط هو أنها سوف يكون تقسيم رأس المال بطريقة احترافية بمعنى يكون يستحسن ليس هذا ما عمله أنا على حسابي ولكن أقول لك هذا هو أفضل بورتفوليو يمكن أن يحدث لك خلال أسوق لماذا؟ البيتكوين من 50 إلى 8% من نحفظه لسبب بسيط هو أننا في البول ماركت البيتكوين هو من يصعد أولا ثم تأتي بعد ذلك الألت وحينما ينزل بيتكوين نزوله يكون خفيفا الفولاتيليتي الخاصة به 1-13% وحينما يحصل فلاش كاش 30-40% بالنسبة لبيتكوين وبالنسبة للألت تكون 60-70-80% في البول ماركت وهناك عملات عملات ناقل 70-80% وعملات قمة جديدة لكي تفهم الفكرة فهذا حينما يحدث لك مثل هذا التصحيح ربما سوف تخرج في القاع وهذا مشكل في الشيط كون ولذلك إما أن يكون عندك خطة محفوظة يكون الإضارة المالية محسوبة يكون الطريقة الاحترافية تكون على هذا الشكل ويكون عندك 30% إلى 40% كاش هذا 30% إلى 40% إلى 50% كاش وعلى حساب خطورة السوق حينما نكون في Reload Zone Short يستحسن أن تصل إلى 50% من المحفظة لهذا يقلل المخاطر الخاصة بك من خلال كما كنا في 69 ألف وقلت لكم هذه أفضل فرصة من أجل أن نعمل الـ Edge أن ذاك يكون عندك 50% على الأقل كاش على الأقل 50% إلى 70% كاش في مناطق Reload Zone Short التي خاصة ببيتكوين طبعا في السوق عموما يعني حينما يكون مثل هذه الحركات لكن نتحدث عن الآن في بداية بول ماركت بداية بول ماركت 30% ممتازة طبعا سيكون عندك قلق نفسي من أجل أنه لماذا عندي الكاش ولا أدخل فهذا من أجل أن يكون لك في حالة حدث كراش تشتري مثلا قاع كورونا من اشترى فيه يصبح مليون لارا كل بساطة من كان عنده الكاش لأسف لم يكن عندي تدرون المستوى الحصرة التي شعرت بها أنا ذاك يعني أرى أن الفرصة ممتازة جدا للشراء بعد الفلاش كراش وأرى فرص ممتازة ولكن لي رأس مال فتدري الحصرة التي تعتريك وأنت ترى أن السوق سوف يعمل عدة مضاعفات من نقطة التي أنت فيها وترى فيها الإشارات الإيجابية للشراء وتجميع والطيران للعملات وليس لك رأس مال للشراء ولهذا أن يكون عندك مقدار من الكاش يعتبر شيء ممتاز لك من أجل أن تحفظ الرأس مال كذلك بالنسبة للألت كوين يكون بين 20 إلى 30% من المحفظة وهذا بين قوسين هذا الذي يدخل في الليتل أورليدي كأقصى شيء يستحسن أن يكون 10 20 30% للشيت كوين لماذا؟ لكي يكون عندك الدرو داون ماكس لا يتجاوج على 10% و 20% بكل بساطة بهذا التقسيم الدرو داون لن يتجاوج على 10% بهذا التقسيم 10 إلى 20% لن يتجاوزها إذا كنت في بول ماركت وعندك هذا التقسيم هذا هي النصيحة التي قد يمكن أن أقول لك بكل بساطة بالنسبة كما قلنا للشيت كوين قد تصل 30 40 60 70 30 إلى 70 هي أخطأت هنا 70% رأيتها إلى عملات وحادث أكثر من 70% أعطيك مثال كي لا أتحدث من فرع أنا أذكر مثلا عملة أذكرها جدا عملات فيتش هذه من العملات القوية التي تعرفونها والتي طارت الآن في السوق وأنا سبب خروجي هنا قلت لك لأنه في مرحلة تقسيم السمال خرجت من الصفقة التي اشتريتها هنا وخرجت كليا من الصفقة وتركت الباقي لاستثماري فقط بالنسبة للعملة لاحظ أننا كنا في هذا البول ماركت هذا البول ماركت كان في بداية W structure ثم طارت العملة ولاحظ مثلا هنا ماذا عملنا ناقص ثلاثة وثمانة في المئة وعملنا قمة جديدة بعدها لم يمنع من عمل ستة أضعاف من بعدها يعني يستحسن حينما ترى أن العملة بدأت تعطيك M structure خروج بساطة اخروج daily weekly اخروج وانت ضد تصحيح لك خصوصا إذا كنت على عدة مضاعفات وعدة أرباح اخروج هذه القاعدة التي تعلمتها من السوق اخروج إذا أعطيت لك الفرصة للخروج اخروج وخروجك يكون إما كاش أو بيتكوين إذا كانت محفظة كبيرة يستحسن حسب أنت وقناعتك إذا كنت بيتكوين ماكسيماليست بيتكوين إذا كنت USD ماكسيماليست USD دولار ويستحسن يكون دولار حقيقي وليس USDT بكل بساطة يعني حينما تحوله إلى دولار ابحث عن طريقة من أجل أن تضعه في حساب بانكي بين قوسين وإذا كانت USDT يعني أن تقسم وتوزع من أجل أن لا يكون ريسك عندك ويكون ريسك سيستيميك مقسم يعني ليس على منصة واحدة وليس على سطابل كوين واحد يعني بالتالي أن يكون عندك هذا بعد ذلك مهم هذا لن أدخل فيه الآن أنا فقط أحاول أن أعطيك الاتجاه العام والنظر العام يعني فحينما تقسم المحفظة على هذه الشكلة تكون زيدة بهذا التقسيم نمر إلى مثال عملي مثلا حساب 1000 دولار حساب 1000 دولار ممكن تضع حتى 800 دولار أو حتى 900 دولار ألتكوين لماذا ليس فيه بيتكوين لأنه المحفظة صغيرة كلما كانت محفظة صغيرة فأنت يجب أن تعرض للمخاطرة أكبر لكي تربح أكبر لأسف شديد هذا هو الحقيقة إذا كان عندك أقل من 1000 دولار 2000 دولار 3000 دولار فكلما كان المبلغ بسيطا كلما تحتاجت لتدخل في شيدة كوين بكثرة ولا تدخل في البيتكوين والإثيريوم وغيرها لأنه تريد أن تكون عندك ريورد عالي وليك ريورد عالي يحتاج إلى ريسك عالي ريسك عالي معناه شيدة كوين عالي بكل بساطة هذا هي تقسيم يعني يجب أن يكون تقسيم على هذه الشكلة إذا كان 10.000 دولار فأضع 3000 دولار كاش 5000 بيتكوين أو إثيريوم أو كلاهما وتقسيم حسب يعني حلقة إثيريوم بيتكوين من الأقوى وتقسم تعطي مثلا 50% 50% أو 20% 60% أو 8% في الآخر المهم حسب قوة العملة الواحدة مقابل الأخرى أو حسب نظرتك أنت بيتكوين ماكسيماليست أو إثيريوم ماكسيماليست وأنا ذاك 2000 دولار للشيد كوين بالنسبة لمحفظة 20.000 دولار 6.000 كاش 10.000 دولار بيتكوين و 4.000 دولار للشيد كوين وهذه هي المحفظة تكون على هذه الشكلة عندك 100.000 دولار 30.000 دولار كاش 60.000 دولار بيتكوين أو إثيريوم كلاهما أو تقسم وألتكوين 10.000 دولار هذه الألتكوين هي ما نتحدث فيها على Little Old Lady يعني هذا المبلغ الذي عندك في المحفظة هو الذي تقسمه للشيد كوين تقسمه لل Little Old Lady يعني بمعنى أنا ذاك حينما تقسم المحفظة على هذه الشكلة أنا ذاك سوف تختار العملات التي فيها W Structure وسوف نتطرق إن شاء الله في الحلقات المقبلة إلى التحليل الفني إلى التحليل الفني بإضافة إلى التحليل الفوندمونطل الذي ليس تخصصي طبعا يعني بالنسبة للفوندمونطل إذا كان يعني بالنسبة لسكور كما قلنا ما ليه كcool ديفينشي جي 15 أو او كوين شيكب أو غيرها من موقع كوين جيكو أمهم إذا رأيت أن المشروع جيد وعنده هايب ممكن أن تضع له سكور جيد وأنا ذاك ممكن يعني 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 الريسك يكون حسب قوة المشروع أو عليه الهايب بكل بساطة مثلا لو قلت لي دوشكوين عملة لا أساسها فقط عملة التي جاءت من لعبة ولكن عندها كوميونيتي خلفها هناك كوميونيتي خلفها هناك مطورين هناك الذين أخذوا المشروع على عاتقهم بعد ذلك وكذلك لا تنسى أن إيلون ماسك فيها ودخل فيها وربما هو أكبر داعم لها إذن فحينما يكون وراءها ناس يشتغلوا عندها كوميونيتي خاص بها فلا تعتبر أن المشروع هبث إذن فحينما ترى W Structure فيها وترى فيها الهايب موجود أن ذلك ممكن تشتري مثل هذه العملات لذا قلنا little already يجب أن يكون تقسيم المحفظة يعتمد على هذا بدرجة الأولى يجب أن تكون تقسيم المحفظة بطريقة احترافية لكي تقلل المخاطر الخاصة بك ولهذا عدد السفقات التي ستكون عندك لن تتجاوز 100% من المحفظة يعني بالتالي فلن يكون عندك المحفظة كلها شيتكوين وحينما تدخل الشيتكوين سيكون كما قلنا الريسك نصف في المئة ربع في المئة واحد في المئة إذا كانت العملة والشيتكوين قوي وفيها لنغة وفيها 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 5% هذا يعود إليكم طبعا وهذه الطريقة الحقيقية التي يجب أن يكون لو كنت مبتدئا في السوق وأدخل حاليا في السوق هذه الطريقة تقسيم المحفظة التي سأتمدها ستقولي ولكن أنت عندك XRP وقلتنا XRP ولازلت من الناس المؤمنين بالXRP لكن وضعت له deadline ببعنى خلال هذا البول ماركت إذا لم أرى تفاعل الشرط الخاص بالXRP بالشكل الذي أريد سوف أزيله من المحفظة بكل بساطة أو أقلل الريسك عليه بمعنى سوف أنقسه إلى أقصى حد ممكن من المحفظة بكل بساطة هذا أنا كنت مستثمرا نتيجة الفندمونتال وحتى التكنيكال لا تقولي شيء بين قوسين سلبي كثيرا بالشكل الكبير مقابل الدولار هذا هو السبب الذي يدعوني يعني طبعا للبقاء في العملة ونظر لونترم القوية على العملة بكل بساطة لأنني أرى أنه العملة تكون نموذج تجميع جميل جدا لونترم وهذا هو الذي يعني جعلني أؤمن بأنه في لحظة ما سيتم كسر هذا المثلث التجميعي هذا المثلث الذي تشاهدونه هذا المثلث الذي أرى يعني طريقة تجميع قوية جدا فممكن في أي لحظة يتم تكسر هذا وانطلاق أنذاك فالأهداف ممكن تكون جنونية للعملة أضف إليها أن الفندمونتال قوي ولكن ممكن مثلا أن يكون عندها وتعمل هنا سأحاول تقليل المحفظة كل بساطة يعني إذا رأيت أن الشرط لا يستجيب لمأرة فممكن بشكل كبير جداً أقلل من العملة أو أمسحها من المحفظة هذا قلت لكم بقايا البير ماركت السابق ليس كبول ماركت جديد ولهذا تقسيم المحفظة يعتمد كما قلت إذا كنت داخل في السوق يستحسن أن يكون عندك هذا التقسيم وعندي أسباب للأسف الشديد يعني أنا لم أجد من ينصحني بهذا لم أجد من يعلمني كيف أتداول بشكل احترافي بهذه الطريقة التي أقول لك يعني طبعاً أقول لك هذه بعد تجارب وبعد شراء كرسات ووصلت إلى الخلاصة ووصلت إلى أنه أفضل طريقة لتقسيم الأسماء هو أن يكون الرسك مقابل الريورد يعني وبالتالي تقسيم المحفظة يعتمد على هذه الأشياء لا تنسوا أحبابكم في غزة وفي فلسطين حبيبا دعواتكم يا أحباب شارك هذا المحتوى مع أكبر عدد قدر من الممكن للناس أريد تفاعل في الكومنترات أريد تفاعل لكي يصل إلى أكبر عدد من الناس جيم والتعليقات الأكثر من التعليقات كيفما كانت فهي من أجل الريفرنس مولي الأرغوريثم أريد تفاعل على الأرغوريثم أريد أن أرى تفاعل على المحتوى الذي قلت لكم أنني دفعت فيه أموال باهدة من أجل أن يصل إليكم بأفضل طريقة ممكنة بالله عليكم لا تبخلوا على مشاركة هذا المحتوى مع أكبر قدر من الناس الذين مهتمين بهذا المجال نصحوا إخوانكم وأرسل لهم هذا المحتوى لكي يشاهدوه فهو على قدر عالي من الأهمية وانتظروا حلقات المقبلة وفعلوا جرس التنبيهات سوف تأتيكم الحلقات تباعا بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته